ترأس الملك محمد السادس أمسي بالقصر الملكي بفاس حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع أولى الاتفاقيات المتعلقة به وسيستفيد من هذا الورش الملكي في مرحلة أولى الفلاحون وحرفي ومهني وصناعة التقليدية والتجار والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة التفاصيل مع فاطمة أبو تغراصة بالقصر الملكي بفاس ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس حفل إطلاق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به وبعد عرض شارط مؤسساتي حول مختلف المبادرات التي أطلق العاهل المغربي في المجال الاجتماعي أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بن شعبون خلال كلمة ألقاها أمام العاهل المغربي أكد أن هذا المشروع ينسجم تماما مع التوجهات الملكية التي تضمنها خطاب العرش وكذا خطاب افتتاح السنة التشرعية عشرين والفين وبهذه المناسبة ترأس الملك محمد السادس توقيع ثلاث اتفاقية إطار تهم تعميم تأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا وتتعلق الاتفاقيات الإطار الأولى بتعميم تأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة التجار والحرفيين والمهنيين ومقادمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة والذي يهم ما يفوق ثمانمائة ألف مخرط أما الاتفاقية الإطار الثانية فتخص تعميم تأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الحرفيين ومهنيين الصناعة التقليدية والذين يصل عددهم حوالي خمسمائة ألف مخرط وتتعلق الاتفاقية الإطار الثالثة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفلاحين والذين يبلغ عددهم حوالي مليون وستمائة ألف مخرط وحسب بن شعبون سيتم العمل على توقيع الاتفاقيات الخاصة بالفئات المتبقية خلال الأسابيع المقبلة ويتعلق الأمر بمهنية النقل وأصحاب المهن الحرة من مهندسين وأطباء ومحامين